بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومو لا عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله أسأل الله جل وعلا ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من مشاهد كريم يقول فيه أنا طالب في كلية الفنون الجميلة وقد أضطر إلى رسم جسد امرأة أو رجل عاري تماما فما حكم الشرع في ذلك أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ويقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم وعليه نقول للسائل أنه لا يجوز شرعا أن تقوم بهذه الرسومات العارية لأن حرمة النظر إلى العورة مرسومة كحرمة النظر إلى العورة في الحقيقة المرسوم يجري عليه حكم الحقيقة وعليه فلا تفعل هذا وابتعد عنه والله تعالى أعلى وأعلم ورد إلينا سؤال آخر من مشاهدة كريمة تقول فيه يوجد جهاز لغسل الرجلين وذلك بوضع القدم على دواسة الجهاز ويتم الضغط قليلا فتندفع المياه من ستة مخارج من الجهاز تصل من فوق الكعبين حتى أسفل القدم فما حكم استخدام هذا الجهاز في غسل القدم في الوضوء أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن العبرة في غسل الرجلين في الوضوء أن تعمم بالماء الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين طالما إن الجهاز يعمم القدم بالماء من الأصابع إلى الكعبين فلا مانع شرعا من استخدامه لأنه تأتى المطلوب والله تعالى أعلى وأعلم ورد إلينا سؤال آخر من مشاهد كريم يقول فيه هاللفظ يستغفر الإناء للاعقه من الأحاديث الصحيحة أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد هذا النص بهذه الصورة لم يرد لم أقرأه في كتب السنة وبعد البحث ما وجدناه لكن عندنا من الأحاديث ما تؤكد هذا المعنى كان صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما أكل بأصابعه الثلاث صلى الله عليه وسلم وكان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث أصابع كان إذا أكل لعق أصابعه وأمر أن تسلت القصعة أمر النبي أن تسلت القصعة وقال إذا وقعت لقمة أحدكم على الأرض فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وعليه نقول للسائل أن هذا المعنى الذي أوردته في السؤال هناك أحاديث تفيد معناه والله تعالى أعلى وأعلم ورد إلينا سؤال آخر من مشاهد كريم يقول فيه هل وضع مواد التعقيم التي تحتوي على القحول في المسجد وعلى الملابس واليدين يعد فيه نجاسة باعتبار أن الكحول يسكر أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الكحول لا يسكر إن الكحول المستخدم في التعقيم وفي التنظيف بهذه الطريقة لا يسكر وليس نجس هذا الكحول ليس نجس وعليه نقول للسائل بأنه ليس نجس ويجوز استخدامه للتعقيم ولأجل أن يحافظ الإنسان على عدم نقل العدوى إليه من غيره والله تعالى أعلى وأعلم سؤال آخر ورد إلينا من مشاهد كريم يقول من مشاهدة تقول أنا مريضة سرطان والعلاج الكيماوي يسبب خللا في الدورة الشهرية كأحد أعراضه الجانبية فكيف للمرأة المسلمة أن تصلي وتصوم في ظل هذا التغير أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد إذا رأت المرأة الدورة الشهرية قبل مرور خمسة عشر يوما من طهرها فلا تعد دورة شهرية يعني بعد الطهر بعد ما تطهر المرأة من دم الحي وقبل مرور خمستاشر يوم جاءها هذا الدم مرة ثانية لا يعتبر دم حيط والأفضل أن تعود إلى طبيبة مختصة وهي التي تحدد لك هذا الأمر إذا كان حيضا وتأكدت أنه حيض وهذا الدم ينزل عليك دورة شهرية فلا تصوم ولا تصلي تقضي ما عليك من صيام ولا تقضي ما عليك من صلوات وإذا كان غير الحيض فيجوز لك أن تصلي وأن تصوم لأنه يعتبر دم استحاضة والله تعالى أعلى وأعلم أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم آمين يا رب العالمين أشوف حذرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة